من لا يعرف رجان ذا عاصيتها العالم بأكمله كل شبر منها يشهد بالصوت والصورة على ذاك التفجير المخيف الذي من ورائه فرنسا الاستعمارية اهتزت منه صحراء توات ولم تسلم منه الخلائق رجان حقيق علينا استذكارها تاريخا موثقا حتى لا تبقى مجرد ومض عابر في الذاكرة تدون الذاكرة بشهادة من عايش الحدث ويوثق التاريخ بالصور عبد المالك بن ريشي ولأول مرة يروي تفاصيل فاجعة اليربوع الأزرق التي ألمت بصحراء توات كان يعمل بقاعدة الحياة وعمره لم يتجاوز العشرين عاما كنت يخدام في ترقية في البلاطو يقول له معت وين كانت فرنسا هار لي يعني جات باش دلقنبلة هدي يعني هكذا احنا مل نعارف ان الحقيقة تشي هل يغمض معينينا تكلمت هي الضو هذا كنت أحا يعني عينينا مغمضين وديني عليهم يدينا وشنا الضو هذا سيقول انت كاننا وحيت يديك والله حلت عينيك كل شيء جرب في أول تفجير نووي فرنسا الاستعمارية استخدمت أطفال كيد عاملة في الأعمال الشاقة ما بين 12 سنة و 15 سنة خمسة في المية أطفال يا أطفال يعني احداثي انا اقولها ما بين 16 و 18 سنة فهمت 13.48 في المية بعض الأنفاق ونجزت وكان فيها ضحايا ولكن لم يبلغ بيها جابوا لنا الكراريس واللي عنده بلد دهلة باش يشوف زعماكية اش صلح واش فست عادوا إلى رقان والقصور المجاورة لها وهم لا يدرون بأنهم يشهدون على واحدة من أبشع جرائم فرنسا الاستعمارية في حق الصحراء الجزائر اشتركوا في القناة